تمهيدا لهذا المساق دعونا نشاهد فيديو قصير قد يقرب لنا ما معنى التشتت أو الشروط الزهن شاهد هذا التوديو ما الذي جعل هذه القطة في هذه الحالة الغريبة؟ هل هي كائن حي؟ هل تناوض عقار معين؟ لماذا تجمدت هذه القطة في هذا المشهد الطريف بهذا الشكل؟ أحتاج منكم الآن أن تقوموا بعدما شاهدت الفيديو، أن تقوم بالتفكير، قم بإيقاف الفيديو، قم بالتفكير في رأيك ما الذي جعل القطة في هذا الوضع الغريب، قم بكتاب التعليق أسفل الفيديو في نفس المساق، ولا تشاهد التعليقات التي كتبها الآخرين حاول أن تفكر ما الذي جعل القطة في هذا الوضع الغريب بعد أن تقوم بتسجيل رأيك في التعليقات سوف أقول لك السبب أن هذه القطة الطريفة الحبيثة في هذا المنزل خلف هذا الزجاج بجوار صاحبتها شاهدت سرب من الطيور التي تقف على شجرة قريبة من المنزل لقد استفزت فيها طباع القطة، ألا تريد أن تستغطي؟ فهي الآن تفكر بتركيز عالي جداً في هذا الموضوع الأكثر جزماً لها، تفكير جعلها مشتتة ذهنياً تماماً عن الواقع الذي هي فيه حتى أن صاحبتها تحاول تنبهها، فلا تعبأ به لعله مدخل جيد، نناقش فيه لماذا نحن كبشر مثل الكائنات الأخرى نشتت ذهنياً نشتت ذهنياً دائماً لثلاث عناصر، عندما يجذبنا شيء أكثر متعة، عندما يجذبنا شيء أكثر أهمية مما نحن فيه الآن، عندما يجذبنا شيء أكثر جذباً، كيف يحدث هذا؟ هذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله في السياق المساق إن شاء الله، ولكن حتى الآن حتى يعني نقوم بإيصال الأمور، تذكر مثلاً فيديوهات على اليوتيوب بعنوان شاهد قبل الحسف، فيديوهات بعنوان كيف تصبح سوبرمان في خمس خطوات؟ كل هذه العناصر هي وسائل جذب تحاول أن تجعلنا مشتتين معها، تماماً نصل القطة، ولهذا هناك نسب تشتت عالمية تخطط، منذ خمس سنوات حتى الآن مع السوشيال ميديا الرهيبة، تخطط معدلات التشتت بخمس أضعاف، يعني هناك تشتت ضخم جداً لا يعاني منه الأدناء فقط، ولكن كلنا نعاني منه في هذا العصر المليء بوسائل التشتتات، والتي سوف ننقشها إن شاء الله تفصيلاً في هذا المساق، وإن شاء الله سوف نعرف كيف نحمي نفسنا من هذا التشتت الذي بالقضاء عليه سوف تكتشف أن هناك أشياء هي بالعكس، هي المفروض أن تكون هي الممتعة والمهمة، والجزابة في حياتك، ولكن الأشياء الأخرى هذه ذات بريق ليس له أي اعتبار، إن هذه القطة التي تحلم بأن تفتح النافذة، فتقفز على الشجرة حتى تصادل عصافير، هي حالمة جداً، لعلها لو حتى فتحت النافذة أن تحاول الوثوب على الشجرة، فتسقط على الأرض، فيحدث لها مكروه، انتظرونا في باقي المساق، شكراً لكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر